درجة الحرارة النهاردة على ترمومترا العربية كانت تتراوح ما بين 35 ل38 بالنهار عارشة دلوقتي وإحنا بنتكلم كده تعمل كام لكن عمليا الصيف دخل خلاص كده بيقول يا جماعة أهلا وسهلا بكم الصيف لما بيدخل على طول بتزيد الاستهلاكات بتاعة الكهرباء مروحة تكيف كلهم على حسب ما يتيسر لي ماشي طيب وصف كمان لما بيدخل ده معناها أن الولاد يخلصوا المدارس يعني يبدأوا بقى ايه ما بينموش بدري يعني أنوار بتوضاء يعني تلفزيونات شغالة يعني كلام من على أيامنا بقى أولا كيه ونجيب أفلام فيديو نقعد نتفرج بقى ايه بالليل وبتاعه كان دي التسلية بتاعتنا يعني أو جزء من التسلية اللي كنا بجاءت سألها أنا أقدر أقول إن إحنا الحمد لله أظن كلنا بالمناسبة مش أنا بس كنا نقدر نقول إحنا الحمد لله ما بقاش فيه عندنا مشكلة كهرباء بالعكس إحنا بلد أصبحت تصدر الكهرباء الكهرباء الوزارة يعني وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتؤكد إنه استهلكنا كمواطنين عدد تلاتين ألف ميجاوات إلا إنه الاحتياطي بتاعنا بيتخطى نصف الاحتياجات دي بقى لأنا محتاجة أفهمها يعني إيه الاحتياطي يتخطى نصف الاحتياجات مجالة أفهم يعني وإنه الشبكة الحمد لله والشكر لله مستقرة ومش هنلجأ الوزارة لن تلجأ لتخفيف الأحمال معانا على التليفون دكتور أيمن حمزة المتحدد بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زاك يا دكتور أهلا بك بيه تحياتي لحياتك وتحياتي متعامل الكرام وكل سنة وحياتك صايف تحياتنا لك يا دكتور أنا ماشي على العداد اللي بالشحن إيه بقى ما قولكش إيه رأيك بقيت فرحان أنا حاسس إنه مواطن مختلف دلوقتي آه يعني المواطن يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة لا هو كمان آآ يعني هو بمسه بالنسبة للمواطن نفسه أو المشترك إنه هو بيخليه أو بيفتح له آآ آآ موضوع المتابعة صح ويقدر أنه هو يبقى عارف الظبط هو استهلكت بإيه وصل أنا لشريحة تحب أدير التجوز فبالتالي يقدر يضبط يتحكي في الاتهلاك بتاعه آآ علشان ما يتعديش ميزانية معينة فده ميزة منهمة جداً جداً يعني وبعدين مع قليات الشحن الجديدة اللي انت وانت قاعد في البيت بتشحن عن طريق موبايل بتنطيقات سهلة آآ عن طريق محتوظة بنكية فالموضوع بقى الحمد لله بقى سهل وطفيل يعني أنا لسه دي هتدرب عليها بقى بس طبعاً عشان يا من الجيل بتاع الزمان فغالباً هاخد وقت يعني لا 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 ده أصلي على طول بإذن الله دكتور أيمن إحنا تجاوزنا التلاتين ألف ميجا واط ده تبقى لحضراتكم في الوزارة والاحتياطي يتخطى نصف الاحتياجات يعني ايه مانا مش فاهم دي بقى بس سنة احنا الحمد لله ممكن تأكيد الكلام حاتك شوية ان احنا عندنا من الانتاج ما يلب كل الاحتياجات وعندنا احتياطي كمان يسمح لنا دي التفكير وكمان يبقى كمان بيأمل لنا التغذية العربية لفترات طوية ان شاء الله فلما بنقول ان احنا عندنا القدرات الاسمية دلوقتي الموجودة للانتاج حوالي ما يبلغ ما يسمح حوالي تسعة وخمسين ألف ميجا مش كلها بقى متاح بمعنى فيه جزء بيبقى فيه تسيانة فيه جزء ممكن ما اعتمدش عليها عدم الحاجة الأكثر كفاية المهم في النهاية المتاح منها يبقى حوالي من سبعة عربين ألف تمانية عربين ألف ميجا عظيم لما اقول حدث مثلا ان احنا الاستلاج بتاعنا او احنا بنحتاج نشغل لغاية تلاتين ألف ميجا معنى كده ان المتبقي احتياطي مش فائد احتياطي جاهز ان هو يخش لما انا احتاج فبالتالي اصبح عندي احتياطي مثلا حوالي سبعتاشن ألف ميجا وبالتالي محتاجش ان انا اقفل محطة مش محتاج اخفف حمل انا في عندي احتياطي كافي اقدر ابدل زي ما انا عايز والمواطن ما يسعرش بأي شيء وكمان في نفس الوقت ده بيستطيع ان انا اعتمد اكثر على الوحدات الاكثر كفاءة اكثر كفاءة يعني اقل استجلات للوقود زي محطات المحطات الكبيرة اللي هي بالتعاون بالاضافة الى التكنوليات الحديثة وكمان بيسمح لي بي الوحدات اللي موجودة اذا تطلع برامج الصيامة بتاعتها بحوث ان انا حافظ عليها في نفس الدين الكفاءة اه العلي ده بالنسبة للحديثة هو متوقع ان هو كمان حيزيد عن كده كان اقصى حمله وصلنا له على مدار التاريخ مصر حوالي حوالي اربعة وتتين الف وبرمائة ميجاوز وكان في احتياطي وقتها اكثر من تلات عشر الف ميجاوز فبالتالي احتياطي كويس جدا جدا ومتوقع طبعا يعني السناج ممكن يزيد عن ضعفة الف ميجاوز ممكن يتحطى خمس سنين الف ميجاوز وبرغم كله احنا مصممين جدا جدا انا بنصمم ان احنا على مستوى الانتاج عندنا الاحتياطي ومش بس الانتاج ودي نقطة مهمة على مستوى كمان الشبكات سبكات الكهربة لان الكهربة مش بس انتاج انتاج وشبكات ناقل وشبكات توزيع لان زي ما مهم ان يكون عندك الانتاج والاحتياطي مهمة قوي ان يكون عندك الشبكات اللي سودة تنيلها طبعا يحصلش الزبز بالتطيار يتقدر اجهزة تشتغل باطمئنان وعلى شبكات توزيع نفس الحكاية مع زيادة الاحمال ما يحصلش اه اه في المحاولات والاكشاف والسنديق والحاجات دي كلها يحصل اه تحميل زيادة فبالتالي يحصل مشاكل يحصل اه خصل يحصل اه اعطال فده ده مهم جدا جدا التوازي مع الانتاج والحمدلله احنا يعني الجزئية دي الحمدلله يعني صورنا فيها على مستوى شكاكات اللا بدرجة كبيرة جدا عشان كده تلاقي صعيد مصر هالينا في الصعيد ما بقاش في عندهم المشكلة اللي كانت موجودة قبل كده الاجهزة مش اجلة تشتغل 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 في الاماكن الانتاج طي الدكتور ايمان بما ان احنا اسمنا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وانا عارف ان مصر بتقطع اشواط ضخمة في مسألة انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة ده بخلاف انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة والخضراء وما الى ذلك انا بقعد افكر هل احنا في عندنا سياسة ما لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام مثلا الالواح الشمسية انه اقدر اشجع المطورين بشكل او باخر اللي بيشتغلوا في مدن جديدة او اللي بيشتغلوا على المجمعات السكنية انه العمرات الجديدة ولا البيوت بأشكالها تبقى مجهزة بالواح للطاقة الشمسية والتكلفة اظنها انخفضت كتير عن السنين اللي فاتت وفي كل الاحوال احنا بنشتري بيوتنا دايما بالتقسيط يعني ممكن تبقى التكلفة بتضاف على تكلفة البيت فيبقى كله بالنسبالي جوه نفس القسط الشهر اللي بدفعه مش ده يبقى مفيد بالنسبالنا ولا شايفين ايه؟ لا بالتأكيد وهو فعلا دي نقطة مهمة جدا بجي سياسة اخنامشين عليها طبعا مع اجهات متعددة يعني بنكلم على كهربة بنكلم على اسكان بنكلم على المحلية بنكلم على حاجات كتير جدا في التوسع في التوقاف الشمسية بزي التوقاف الشمسية بالنسبة للمنازل ثم حدث اشارت الخلايا الشمسية بدأت الاسعار بتاعت المواد الاسمسية بتاعتها بدأت انقفض وكمان في نفس الوقت يمكن من سياسة الدولة المصرية حكومة تشجيع التوسع في ما يسمى الخلايا الشمسية اعلى اصلح البداية ايوه واختر حدث وبدأت بالفعل التشجيع ده من خلال ما يسمى عددات سواف القيم يعني عدد بيتركب مع الخلايا انتاج الخلايا الشمسية ديت اه بيمر على عددات وفي نفس الوقت الشبكة في الكهرباء العادية القومية بتتمر على عددات ده صح انت حدث بتنتج من الخلايا الشمسية دي بتدي الشبكة نعم وفي نفس الوقت انت بتستهلش من الشبكة مم فالانتاج بتاعك بيحصل العددات ده بيعمل مقص مقص ما بين الانتاج بتاعك وبيتحبت المحسابه بأعلى شريحة وما بين اللي تبليجة احسنه يقللت اول حاجة يقللت ثاني حاجة بتبقى صاقة نظيفة وفي نفس الوقت اه اه الشركات زم حدث اشارة الشركات والمطورين اللي يعملوا في هذا التصار في المجال دلوقتي بقى عندهم اه اه كويس جدا ده سمح بدخول اه البنوك والوكالات التمويل بحيث ان هو يقصط للراغبين في انشاء الخلايا الشمسية وكمان في نفس الوقت عازقوا لحدك شركات التوزيع اه عندنا تسع شركات توزيع تابعا سعربة ايو بقى تعمل نفس القصة ان هو ممكن تركب الخلايا الشمسية دي التطور للراغبين في القصة دي عن طريق اللي هو عددات صفق 200 وفي اقبال الحمد الله يعني كويس جدا جدا واما وتوقع ان شاء الله ممكن اه مع كمان اه اللي احنا عمد الله عندنا نسبة الشطورة بتاع الشمس يعني ارض كويسة جدا وكمان في نفس الوقت مع التطوير اللي بيتم فيه اه التخزين وسائل التخزين الكهرباء لان الشمس بالنهار موجودة تحتاجة بطاريات تخزين عشان تقدر تخزن البطاية التخزين في البداية كانت تكلفتها عالية جدا بدأت تنزل مع التكنيجات الحديثة فده حيساعد في البقبول أكثر وأكثر ياريت ياريت أنا شكورك جدا جدا يا دكتور كل الشكر دكتور أيمان حمزة المتحدد باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة